ومن محافظة ألف يوم تتواصل جهود مبادرة كتف بكتف للمزيد نتابع هذه الرسالة التي وفانا بها الزميل أحمد عبد الرازق مراسل أكسرا نيوز مشاهدين الكرام أهلا بكم كتف بكتف نموذج فريد يقدمه التحالف الوطني يعبر بالصدق عن تكاتف مثلث الأمان مثلث الأمان هو الشعب ومؤسسات المجتمع المدني والدولة أو الحكومة المصرية هذا المثلث هو الذي يستطيع أن يقف كحائط صد أمام أي أزمة من الأزمات التي تواجه المصريين في أي وقت نحن هنا في محافظة ألف يوم ماذا يحدث في كتف في كتف في محافظة ألف يوم هذا ما سوف نعرفه في هذا اللقاء الذي أتشرف فيه باستضافة الأستاذ محمد الجرحي عضو رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحياتي ورحب بك على شاشة أكسترا نيوز وخلينا نعرف إحنا النهاردة بنعمل إيه في الفيوم ضمن مبادرة كتف في كتف بداية برحب بيكو في محافظة الفيوم النهاردة يعني يمكن إحنا سعداء إن إحنا جزء من التحالف وسعداء إن التحالف يكلفنا النهاردة بالمبادرة كتف في كتف في محافظة الفيوم النهاردة يوم زي ما أنت شايف كرنفالي ناس كلها بتحتفل إحنا النهاردة بنعبي حوالي عشر تلاف كرتونة وفي أكتر من فعالية مصاحبة للفعالية الرئيسية المتطوعين زي ما أنت شايف أكتر من ألف متطوع موجودين معنا النهاردة وإن شاء الله زي ما حيك قلت مسلس التنمية الموجود سواء حكومة أو سواء قطاع خاص أو منظمات مجتمع مدني بتعاونهم أنهم يقفوا مع بعض بإذن الله كتف في كتف نقدر نعدي أي صعاب بإذن الله والشعب المصر إن شاء الله قادر أنه يعدي أي صعاب الأول نتكلم عن المتطوعين الحقيقة إحنا كلما نروح فيه شغل التحالف الوطني بيلاقي عدد كبير من المتطوعين إزاي بتحصلوا على الشباب الجميل ده وبتأهلوهم لهذا النوع من العمل بس الشعب المصري بطبعه محب للخير وكل اللي موجودين بمجرد ما بنقول لهم أن فيه حاجة تخدم أهالي الفيوم بنبص نلاقي عدد المتطوعين يعني إحنا العدد كان موجود أكبر من كده إحنا النهاردة حيقولنا نقلل العدد علشان خطر ما نسحمش المكان لكن إن شاء الله يبقى العدد موجود في الفعالية الأكبر يوم 17 بإذن الله يبقى العدد ضخم جدا بإذن الله طيب تكلمنا عن المتطوعين عن المستحقين إزاي بنوصل للمستحق بشكل حقيقي هل عندنا ناس بشغلوا يعني ميدنيين يقدروا يفصلوا إنه ده هذا الشخص أو الأسرة دي تستحقوا دي لها وبيجمعوا كشفاته بيرجعوا بيجبوها لبسا للمؤسسة أو للجمعية أليات العمل يعني إحنا عندنا كشفنا بنوزع بها بقالنا سنين طويلة وإحنا برضو سعداء إن إحنا انضمامنا للتحالف لأن التحالف عنده ميزة إنه هو جمع كل الكشف لكل الجمعيات ونقاحها وحدد مين الأكثر احتياجا ومين المستحقين بجد وإحنا يعني من خلال تعاوننا معهم بنقدر نوصل لأكبر عدد من المستحقين بجد في كل المحافظات حضركت كلمت عن فضلا عن تعبئة العشر تلاف كرتونة يعني أو صندوق كلمت عن احتفالية وده شيء جميل إنه بعض الناس اللي بتعمل عمل الخير بيمنوا بهذا العمل لكن إحنا جايبين الناس وعلشان نحتفل معاهم ونديهم هذه الهدية إيه فعليات النهاردة الاحتفالية النهاردة بتشمل إيه؟ يعني إحنا عندنا مع المتطوعين عندنا مرس خارج أسوار النادي عندنا هنكرم كل المتميزين عن محافظة الفيوم وهيبقى فيه غير التكريمات كمان هيبقى فيه رحلات عمراء للأمهات المثاليات وكمان عندنا أكتر من بروتوكول هننضيه فيه عندنا بروتوكول مع إيد بإيد ده إن إحنا معهم خلال الست شر الفاتت ركبنا 18 طرف صناعي في الفيوم وإحنا عايزين كمان نكسف مجهودنا بحيث نغطي المحافظة كلها وفيه المركز التنويري اللي تابع للجامعة برضو هنوقع بروتوكول معنا نهاردة هو يعني معها أمية عدد ضخم أو ألاف من محاصلة الفيوم وإحنا يعني هيبقى فيه تركيز معهم الفترة اللي جاية معهد أورام الفيوم فيه أكتر من بروتوكول تعاون شركة الميا إن إحنا النهاردة من خلالهم نقدر نوصل لأكبر عدد من المستحقين إن إحنا وصل لهم موصلة ميا فيه أكتر من بروتوكول النهاردة وإن شاء الله يعني البروتوكولات ديت يتم تفعيلها بشكل كويس لخدمة المحافظة بإذن الله كتف في كتف يعني إحنا بنعدها نموذج فريد من العمل الأهلي والعمل الوطني الحقيقة يعني حضراك تتوقع أن المبادرة اللي هتنطلق رسميا يوم 17 بتشريف سيادة الرئيس هل هتحقق الهدف أو المستهدف منها أولا أقل ولا أكثر حالك شايفها رايحة في أي اتجاه يعني أنا متوقع لها نجاح باهر لأن في الآخر خالص أي حاجة لله وأي حاجة عمل يخدم الناس ربنا بيبارك فيها بإذن الله إن شاء الله المبادرة يعني انطلاقتها في الفعلية الكبرى اللي يحضرها سيادة الرئيس في الاستاذ قاهرة الدول إن شاء الله يوم 17 إن شاء الله متوقع أن هي نجاح باهر وهيتوزع يومها 4.5 مليون كارتونة لكل الكرة الأكثر فقرا في كل أنحاء الجمهورية فإن شاء الله ربنا يكلها النجاح بإذن الله والمؤشرات بتقول إن شاء الله يعني هيبقى في نجاح باهر بإذن الله في كل المحافظات شكرا جزيلا أن نتمنى لكم مزيد من التوفيق إذن مشاهدين الكرام كتف بكتف ليست فقط مبادرة لتوزيع صناديق أو كارتين كما يطلق عليها من الاحتياجات الأسرة المصرية من السلع والاحتياجات الأساسية من الغذائية وما غير ذلك ولكنها يعني تمتد إلى أكثر من ذلك كما تحدثنا إلى توصيل وصلات المياه الغاز الكهرباء وما إلى ذلك من خدمات قد تقدم للمواطنين في المحافظات المختلفة عن طريق مؤسسات المجتمع المدني التي تشترك ضمن ألاف المؤسسات في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عدد كبير جدا من المتطوعين الذين يشاركون في فعالية اليوم هنا في الفيوم وكما ذكر أن هذا عدد أقل من العدد المتاح فقط هذا العدد الذي يستطيع أن يستوعبه تستوعبه هذه المساحة أو هذا المكان هناك المزيد من الشباب الذين يحبون عمل الخير ويأتون إليه تطوعا كما أن هناك المزيد أيضا من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تأتي إلى هذا الأمر تطوعا وحبا في خير هذا البلد وهذا ما نرصده أو ما بدأنا رصده بالفعل في مبادرة كتف في كتف وكنا قد رسدناه من قبل في أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية الذي جبنا معه أو تجولنا معه في مؤظم محافظات مصر مصر لا ينضب منها الخير أبدا شكرا لكم على طيب المتابعة